فبشر عبادي فإني قريب من يوم خلقت الدنيا إلى أن نشرب من حوضه المعصول ونسعد بالفردوس الأعلى في جنات الخلد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الإكرام والجود وبعد مشاهدي الكرام حيثما كنتم وأينما كنتم في أرض الله الواسعة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا قولوا أمين وكل من يرانا الآن عبر شاشة قناة النهار يُعلي شعارنا دوما جز الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جز الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله اللهم ارحم أبي وأسكنه الفردوس الأعلى وسائر أموات المسلمين خليك فاكر من النهار ده إن شاء الله معادي نتقدم عشر دقيق فنطلع اتنين العشرة علشان موقع صلاة العصر وعلشان حرصا من قناة النهار إن الوقت بتاع برنامج إني قريب ما يتخدش منه ولا يتقلش منه فبعد كده تفتح التلفزيون اتنين العشرة كما هو معتاد إن شاء الله مش كما هو معتاد الساعة اتنين يعني صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم النهاردة أنا باعتبرها حلقة خاصة جدا ليه لأن كل واحد أنا هتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة الكلام يخصه ما فيش حد لمسلم ولا غير مسلم إلا ما الكلام ده يخصه ما فيش واحد فينا إلا ما تغدر به من واحد قريب منه قوي وما فيش واحد فينا إلا ما الطعن من واحد عزيز عليه قوي وما فيش واحد فينا إلا ما الغدر جاله من أقرب الناس إليه وعلشان كده أنا النهاردة بكلمك بقى عن محن النبي صلى الله عليه وسلم والابتلاءات اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم لكن النهاردة هصلت الضوء على الأقارب شوي مش كده ولا إيه آه طيب السؤال اللي حابب أبدأ به ليه ليه بقى أنا معتاد ماشي أنا راجل كل ذنوب ومعاصف عشان كده ربنا بيبتليني بالأقارب أختي وبنختي وصحبي وعمي وخالي وجمرة أخوية علشان يطهرني طيب النبي صلى الله عليه وسلم ده علشان ربنا يعلمنا إن ليه حكمة وربك يخلق ما يشاء ويختار يبقى دي أول حاجة في حكمة من الله سبحانه وتعالى تقتضيها المصلحة وتقتضيها حكمة الله سبحانه وتعالى وتقتضيها رحمة الله سبحانه وتعالى دي أول حاجة النقطة التانية اللي فاكر إنه هو هيخش الجنة بصلاته وبصومه فقط يبقى مسكين إزاي؟ لأنه ما تعاملش مع الخلق ما تعاملش مع مين؟ مع الخلق إنما المعيار الكامل للإيمان التعامل مع الخلق الاحتكاج بالخلق الصبر على أذى الخلق ولذلك لما سيدنا موسى طلب من ربه سبحانه وتعالى شيئا قال سال يا موسى قال يا ربي أسألك السلامة من ألسنة الناس أنا مش عايز الناس يتكلموا علي ولا يجبوا فسرتي فقال ربنا لكليمه عليه السلام يا موسى وعزتي وجلالي ما كتبتها لنفسي فكيف أكتبها لك؟ ده أنا ما كتبتهاش لنفسي فإزاي أكتبها لك أنت اسمع آيات القرآن تجد هؤلاء الفجرة الكفرة قالوا في الله ما لا يقال وعلشان كده الله يرضى عن من قال والله لو صاحب المرء جبريلا لم يسلم من القال والقيل قد قالوا في الله أقوالا ملفقة نزلت في معرض القرآن تنزيلة طيب الأمر الثالث بقوا وده مهم تلاقي أخين أو عمين أو أختين أو خالتين وحدة بتفديك برحة والتانية بتقول عليك أبشع مما قاله مالكم في الخمر هو ده حصل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الاتنين كافرين أبو طالب وأبو لهب والاتنين إخوات من رحم واحدة ومن صلب واحدة وكلهما عم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو طالب فكان يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحاصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها رسالة تأتي في وقتها الناس اللي بتقول سلاح المقاطعة لا يفيد والحصار الاقتصادي لهؤلاء الذين يدعمون ذلك الكهيان الفاجر الكافر الصهيوني الغادر لا يفيد أقولك تعالى إما القريش عملت إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم عملت إيه مع بني هاشم حصرتهم في شعب بني طالب ثلاث سنين لا يؤكلوهم ولا يشاربوهم ولا يبيعوهم ولا يشتروهم ولا يناكحوهم تخيل لحد ما الصحابي بيقولك أكلنا ورق الشجر وكنا نبعر كما بعرت البعير تخيل لما كانت أصوات النساء والأطفال تسمع استغاثات من شدة الجوع فعلشان كده اللي فاكر أن الحصار الاقتصادي أو المقاطعة ما تفيدش أقوله ما كانتش قريش أقدمت عليها لأنها كانت تتفنن في ألوان العذاب الذي تنزله برسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان كده بقوله كل واحد غيور على دينه على إنسانيته على إرضه بيتق الله سبحانه وتعالى وبيبص للمجازر اللي بنشوفها للنهار سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على شاشتنا اتقوا الله الجنيه أو السنت أو الدولار أو الريال أين كانت العملة اللي بتدفعوها لدعم هذه الكيانات أنتم مسؤولون يوم القيامة عن قتل هؤلاء الأطفال عن قتل هؤلاء الشهداء المرابطين عن قتل هؤلاء النساء عن قتل وتدمير تلك الأرض الطيبة الطاخرة فاتق الله هرجع بيك أبو طالب بيفضي النبي صلى الله عليه وسلم وبيتحمل عنه وبيخش معه الحصار في حين أبو لهب ما بيسبش لحظة يستطيع أن يؤذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل ما ليه تخيل آه وعشان كده سمع بقى الإيذاء المتنوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنا حكيت لك عمرات أبو لهب الحلقة اللي فاتت لما كانت مسكة حجر وراحة تضربين نبي صلى الله عليه وسلم وربنا خد بصارها وراحة قالت لأبو بكر فين صحبك وسيدنا النبي قاعد على يمين الصديق والصديق بيضحك ما هو النبي قاعدة هو لكن هي مش شيفاء قالت له هو بيشتني أنا بيقول وامرأته حمالة الحطب طيب ما أنا كمان بعرف أقول شعر مذم من عصينا ودينه قلينا وأمره أبينا فكان حتى البيت ده لما ينتشر سيدنا النبي يقول للصحابة زعلة اللي هم بيشتموا مذمم ونسم محمد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم لكن اسمع الوعد اللي بعد كده تخيل لما ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إن لله علي إن رأيت محمداً ساجداً لأطأن عنقاً ولأعفرن وجهه بالطراب فالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد تخيل يسجد فيأتي ذلك الشقي ويريد أن يفعل ما أقسم عليه لكنه يرجع فاراً فيقولونه ما لك إلا حصلك ما نفستش اليمين بتاعك ليه قال إن بيني وبين محمداً خندقاً من نار وهولاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنى مني لغتطفته الملائكة الله أكبر الله أكبر مش كده وبس ده أبو لها بيجي يقول له يا محمد وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم أنا مش قلت لك ما تصلش تاني وأنا مش نهيك عن إنك تصلي واسمع يا محمد أنا ما فيش واحد أكتر عصبة ولا نادي مني في قريش فسبحان الله العظيم النبي ما يردش لكن ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ينزل الآيات اللي تسجل الحدث اسمع لكل إنسان بيضغى لكل إنسان بيستكبر كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لا نسفعا بالناصية ناصية كذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه أسجد وقترب طبعا هنا سجود اللي في البيت يسجد طب واللي ما يعرفش يسجد يا عم الشيخ لإن ده سجود تلاوة والشيطان بيزعل قوي بالمناسبة لما نسجد السجدة دي ويلطم على وشه يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فليا النار اللي ما يعرفش يسجد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله هو أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم واحد في برنامج زحلته يسجد إزاي أو مش متوضي يسجد إزاي أو في مواصلات خلاص طيب هل توقف الأمر عند أبي لهب لا ده إحنا عندنا مثل حتى وإن كان ما يجس مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل كده يتقال عندنا اللي جوزها يقول لها يا عورة الناس اللي عبيها كورة مش كده أو ليه فتخيل عمه بيعمل في كده بقية كريش كلها هتعمل فيه إيه مهو الضغر بيعمل كده أنا بقولك الكلام ده ليه علشان كل واحد يجي له غدر أو طعم أو كلام من أحد أقاربه اللي أحسن إليهم وأكرمهم ما يزعلش يبقى كدوته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لكل واحد الكلام بيأثر فيه قوي افتكر في مجهد كده يوم الإيامة أنا بصبر بنفسي يوم الإيامة ينادي منادي من قبل الملك الجبار أين أولو الفضل فيقوم أناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب فتقول الملائكة ماذا كان فضلكم كان فضلكم إيه فيردون و يقولون كنا إذا أسيئ إلينا أحسننا و إذا جهل علينا حلمنا و إذا اعتدي علينا صبرنا بيش ضعف لا ما بكلمكش عن الضعيف لا أنا بكلمك عن الإنسان القوي اللي يقدر يعمل لكنه عمل إيه لا يقف كده وساكت هو عارف أنه و يقدر الله يرضى عن عمر بن الخطاب لما كان غلامه بيصب عليه الماء فوقع منه الماء فرأى أن الغيظة قد تملك عمر فقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول في كتابه والكاظمين الغيظ قال قضمت غيظي قال و يقول في كتابه والعافين عن الناس قال عفوت عنك قال يقول ربنا في ختام الآية والله يحب المحسنين قال اذهب فأنت حر لوجه الله صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم خلينا أخذ سيدي هيسم سلام عليكم هيسم سلام عليكم و بركاته أزاك سيدي سلامك الله تفضل والله إني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه حضرتك خدمة بسيطة و أنا أسف لو طابي خارج نطاق الحلقة أو البرنامج فضل الله يكرمك أول حاجة محتاج من حضرتك تدعي لي أنت والسادة المشاهدين بتيسير الحلي لأن الأمور يعني في العمل ورزق ومعقدة شوية طيب وآآ تاني حاجة محتاج رقم حضرتك حصل أمر ضروري حيني والنقطة المهمة حضرتك أنا يعني خليج إعلام وكنت أعمل في مجال إعلام وقدمت العديد من ضرامج المتنوعة طبية ودينية وأطفال وحاليا المتوقف يعني عن العمل منذ فترة طويلة جدا بسبب يعني عدم الرعاية أو الواسطة أو المعرفة فيعني محتاج من حضرتك يعني أنك يعني ربنا جزاك خير يعني لو تقف معايا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك ارجع للكنترول ويسيب تليفونك وخدامك وأما الدعاء فأسأل الله العلي القدير أن يفرج همك وأن يزيح غمك وأن يسطر عرضك وأن يفرح قلبك وأن يوسع رزقك وأن يرزقك الخير كله وعاجله وأجله وأكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة ياسيم بنية سعة الأرزاق إن شاء الله وأما الأمر الثالث فأظن أنت يعني دخلت على قناة النهار وإدارة النهار سمعتك وكل العاملين في البرنامج سمعوك فلعل إن شاء الله تجد من يمد لك يد العون أسأل الله أن يعطيك وأن يرضيك نرجع تاني وإحنا لسا مكملين النهاردة مع السيد النبي صلى الله عليه وسلم طيب سمعك بقى أو سمعك في البيت وده أمر مجازي بس عشان محد يشقولي الشيخ بيجدب على الهواء أنا يا شيخ مش قادر أنت راجل بتاع ربنا أنت يعني مش أنا وإنت راجل صبور أنا أذاهم فوق طاقة معه أنتش قادر وإنت بتقول لي ما تدهيش على حد أولا أنا عمري ما قلت لك ما تدهيش على حد أنا بقول لك لو تقدر ما تدهيش على حد يبقى أحسن طيب وإحنا بنسمع المشايخ في البرامج التانية يقولولك بلاش تدي على حد مين اللي قال مين اللي قال مين اللي قال إن أنا لما يشتد الإذاء بي أوش ولا لما يشتد الظلم بي أوش ما تدعيش على الظالم ما تدعيش على المؤذي ما تدعيش على الغادر ما تدعيش على الإنسان اللي مسبب لي أرق في حياتي كلها مين اللي قال الكلام ده لا دين ولا إسلام ولا إنسانية ولا خلق أبدا خالص وبقولك الكلام ده عشان تحفظه وعشان الشباب والناس الكبيرة اللي بتقابلني وتقول لي ليه ديننا بيقهرنا دينك ما بيقهرش انت اللي بتفهم دينك غلط هم بيوصلوا لك دينك غلط لكن لا لا يا حبيبي احفظ آية كده في القرآن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني إيه يعني ربنا ما بيحبش يسمع صوت عالي بكلمة سوء قيلت في حق إنسان إلا من إنسان وقع عليه اعتداء وظلم يعني ينفع اننا ارفع إيدي وقول له يا رب انت شفت اللي عملوا فيي واللي قالوا في حقي واللي أنزلوا في رزقي واللي عملوا في ولادي وبعدين قادي عليهم آه قادي عليهم ما تعيش عليهم ليه وانا أحسن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده كدوتي النبي صلى الله عليه وسلم آه النبي ده على حد أيها حبيبي ده مش مرة ده كذا مرة خلاص احفظ بقى علشان تبقى فاهم دينك صح النبي صلى الله عليه وسلم ده مكان ساجد وجاء بعض الأشقياء أو أحد الأشقياء وجاب سل الجزور إيه سل الجزور دي عشان لما تسمح هتبقى في إيه ما أعزقكم الله عارفين الكرشة بتاعة الخروف أو العجل أيوا عارفين عارفين بيبقى فيها على البيع إيه أيوا اللي بيبقى في قلب المنبر والكرش أيوا جابوا الحاجات دي اللي جوه وحطوها على ظهر النبي وهو ساجد واللي عمل كده واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط احفظ الاسم ده كويس قوي وظل النبي ساجد وهذه الكاذورات على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي حتى جاءت الزهراء فأنزلت ذلك من على ظهر رسول الله وطهرت ملابس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تزال فتاة صغيرة النبي عمل إيه بعدما خلص صلى عمل إيه راح ابتسام لهم لا إنما رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم عليك بهذا الملأ من قريش اللهم عليك بعتبة بن ربيعة اللهم عليك بشيبة بن ربيعة اللهم عليك بأبي جهل بن هشام اللهم عليك بعتبة بن أبي معيط اللهم عليك بأمية بن خلف النبي دعى بالأسامي ليه؟ الظلم لا يطاق الأذى تخطى الحدود وخد بالك ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوة سيدنا النبي في كل واحد النبي دع عليه خدوا بالكم بقى لكن في مرة تانية هحكى لكم بس بما أخذ ست وفاق يا ست وفاق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي اسمعيني من التليفون اسمعيني من التليفون بلاش التلفزيون أنا من زمان وأنا نفسي تواصل معها على راسي يا أم تفضلي طب اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون الحقيقة سيدة الشيخ أنا أم لثلاث أولاد الله يخلي الثلاث أولاد سبحان الله بلاء من عند الله دربوني وشتموني وأهنوني وبيزلوني بالفلوس مش عايزين يصرفهم علي وبيعملوني معاملة أسوأ من معاملة الكلب عندهم كلاب صيننهم بيصرفوا عليهم بالألوفات وأنا أمهم مش روح ديني الدوني آكل ملكيش معاش أنا مش سمع حد ملكيش معاش يا أمي ملكيش معاش مليش معاش ومليش أي دخل ومليش أي مهضر رزق مفيش تليفون حد أعرف أتوصله ترجعي تسبيلي في الكنترول بعد إذنك طيب ممكن طيب حد قديني مريتي للكنترول ياريت ياريت إيه سؤالك طيب قبل ما ترجع للكنترول إيه سؤالك قدع عليهم بإيه أنا صبرت على البلاء ست سنين قدعي وأقول إيه حاضر حاضر يعني أنا بجمع الكلام علشان أعرف أجود أم تبكي لربها ظلم الأبناء أيا كانت معاملتها وأيا كان حياتها لا تستحق بعدما حملت وتعبت وأرضعت ووضعت وربت أن يكون هذا الجزاء أبدا لو مش من باب الأمومة يبقى من باب العطف ولو مش من باب العطف يبقى من باب الإنسانية ولو مش من باب الإنسانية يبقى من باب الصدقة أي باب يا رب أولادها يكونوا سمعيني دلوقتي أنا بقول الكلام ده لإني والله مشفق عليهم هم قالت كلمة يهتز لها الضمير الإنساني كله خجلا والله قالت كلمة يوم القيامة يوم القيامة تمنع بها رحمة ربنا كلها عنكم مهما كان صلتكم مهما كان صيامكم ومهما كان قلبكم من ربنا عندهم كلاب بينفقوا عليها بالألافات وانا ما بيدونيش آكل متخيلين الحزن والقهر اللي في صوت الأم دي أنا بنشد الولاد يسمعوني قبل فوات الأوان لو أمكم مش على دينكم لو كفرة أي أن كانت دينكم إيه يا رب كونوا ملحدين تكونوا مسيحيين تكونوا يهود تكونوا مسلمين أنا بكلمش دين أنا بكلم إنسان إنسان ناداه المسيح في المسيحية أن بر والديك وناداه الكليم في اليهودية أن بر والديك وناداه محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام أن بر والديك ونادته الإنسانية أن أحسن إلى والديك تخيلوا دي أم والله يا سادة قبل ما اطلع فاصل أقسم بالله رحمة الله على أبي لما كان بيطلب سجائر قبل ما ربنا يتوب عليه قبل موته منها بعد عشر سنين أنا كنت بشتريها له واجبها له وأقول لكم على حاجة لما كان حد يكلمني أقول له شوف أعلم أني آثب شرعا وأني مستحق لعقوبة الله ولكن لو ليك دعوة صلحة أسأل ربنا أن ربنا يغلق باب السجائر فيه الشابوية ما أقدرش أقول له لا وبقول الكلام ده لكل واحد قبل فوات الأوان تمتع بالنظر من وجه أبيك وأمك قبل أن تتحصر على لحظة تتمنى فيها نظرة من عين أبيك وأمك تعالوا نطلع لفاصل نصلي فيه ونسلم على خير البري ونقصر في يومنا هذا فإن صلاتنا اليوم معروضة على حضرته ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا لحضراتكم معون الله وبحوله وبكوته يا خير منذ في ندب الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلاة وسلاما يليقاني بمقامك يا سيدي يا رسول الله يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين جزى الله عنه سيدنا محمدا ما هو أهله سيدي ست ميارة فضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي ولا يا شيخ أنا عندي سؤالي فضلي اسمعيني اسمعيني من التلفون بس بلاش التلفزيون فضلي يلا هاتي أول سؤال أول سؤال الوقتي إحنا عادنا في جلسة عرفية وكتبنا المراس طيب بتاع والدي وقسمنا كويس تمام حضرتك أنا روح تسجل الورق وقام بجيب عليه صحيح التوكيع وكده جوا من أخواتي غيروا كلامهم وقالوا لا أحنا مش موافقين على الكلام دو وطعنوا بالتزوير في الورق وطعنوا بالتزوير في الورق مش عملوا 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 قاعدة وكله مضى وبصم كله مضى وبصم خلاص كله مضى وبصم ايه المشكلة يا شيخ محمد أولا أنا نسيت عزي حضرتك في باباك ربنا رضيك ربنا يحفظيك سبحانه من الله هو كله مضى وبصم خلاص وكان قدامي الشهود وقدامي عمامي وكان في ناس كبيرة في الأعداء تمام وبعد شهر بالزبط بطالب أن أنا أخش بيت والدي عشان أسلم حاجتي قالولي تلقى ملكيش حاجة عندنا طيب تمام وأنا مشيت في إجراءاتي إن أنا بأخذ صحي التوكيه على الورق والكلام ده كله راحوا تعنيم تزوير وأخذت إجراء بالدي والحمد لله ردخل تقرير طب الشرعي وتقرير طب الشرعي تلعف صالحي طيب الحمد لله وأعملوا استقناف وشطبوا قالوا لي لأ لازم تستني فترة معينة عشان نشوف إذا كان هم هاي طيب إيه السؤال نعم إيه السؤال السؤال حضرتك الممطلة دي طيب أخويا أخويا مطفحني الدم طيب حضرتك ده أول سؤال إيه السؤال التاني؟ حضرتك أنا أنا أم البنتين طيب إيه السؤال التاني؟ تمام؟ إيه السؤال التاني؟ حضرتك أنا رحت عند البيت أول إمبارح أخلص أوراق عشان بنتي في الجامعة أدخل الجامعة نسكوني ضربوني وفي الشارع وبهدلوني وعوروني طيب وشتموا الناس اللي يدخلوني عبدهم طيب أحيانا كده ما تعرفوا شيء اللي حصله آآ الزب الزب للمسحف طيب إيه اللي يعمله على شان يرجع عن الموضوع دواته اللي ربنا يرضع عنده حاضر يا أميار حاضر يا أميار يا سيدي محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام اتفضل مولا يا شيخ كيف أحوالك يا أخي اتفضل الله يستورك الله يرضيك أنا صراحة متابعني برامدك منذ فترة طويلة وأنا في السلام في زيارة للمصر ولكن يا أخي كل الحلقات التاريحة بشفق وفي هذا المنظر الجميل يا مولا يا شيخ الله يستورك مسعيد جدا 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 أنه يا أخي الواحد يكون في غضوة ليه وفي عهد ربنا أستورك يا رب يرفع قدرك ربنا أستورك يا شيخ محمد أنا شيخ محمد صراحة عندي بعض الأشياء يعني في عمل خير لبعض الأقرباء نعم وبحريب دائما أنه هذا العمل وكل وسيل الله سبحانه وتعالى بدون أن يكون فيه رياء أو فيه أي حديث لكن أحيانا بيتطلع بعض الأشياء منه عن طريق نفس يعني بكونوا عرفوا الحاجة في هذا الصدفة يعني فأنا عاوز أعرفتكم الحاجة لأنه أنا خاش في يعني حمد كده بخيرني في رياء أو في كنا لأنه أنا صراحة مطميح لوجه الله سبحانه وتعالى اللي أغرب الأغراضي حاطر هم الحاجة لحد يعرف تماما حاطر لمر اثنين أنا متصوف شوية يعني طيب طريقة الجانية وتربطني علاقة بالمشيخ لكن أحببتك في الناه جدا يا شيخ الله يستورك يا رب يتواف حاجة عن تلفونك منذ فترة طويلة لبعض المشاكل الشخصية الخاصة بيزمارز رفاحات المطرانك حاطر بس أجاوب أخذ أم يارا أم يارا قعدت في جلسة عرفية ومضوا واتفقوا على كل شيء في الميراث اللي أنا عايز أقول لكم على حاجة بسيطة قوي أول شيء عايز ترد ربنا ثم ترد الميت فيه وزع ميراثه أنا بقول لكم الكلام ده وأنا أقسم بالله وزعت ميراث أبويا ولسه نام في بيتنا لم يغسل ولم يكفن بعد ليه لأن هذا يرضي الله ثم يرضي أبويا ليه لأن هذا يستنقضه ويستنقضني من النار حتى ولو كان حرم حد أو أين ما تديش لحد أبطلت هذا الكلام ليه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة إلا في معروف ليه لأن مهمة اللي حوالينا يقتد بينا يتعلم من خلالنا يمكن لما روحنا نصلي الجنازة على أبويا وفضلت الإمام أراد أن يقدمني أبيت ورفضت وصممت أن الشيخ هو اللي يصلي ليه لأن الناس كلها بتتعلم مننا وإحنا اللي بنقول للناس أن إمام المسجد الراتب هو أولى الناس بالصلاة على الميت لما ما يكونش الإمام اللي معيناه وزارة الأوقاف أو الدولة موجود أخش أنا بعد لكن الراجل موجود فخلاص قلت له جزاك الله خيرا وبرك الله فيك أنا مش أصلي إنما أنبه اللي ليه حق عند أبويا معنوي يسامحه فيه لله وإن كان ماديا فأنا أولى الناس به وتفضل يا فضلت الإمام صلي ليه لأن هذه السنة عن القلفاء الراشدين وعن الصحابة المهديين موضوع لفردة ستر ولا الموضوع فتوانة طيب المراس نفس الحكاية وخذوا بالكم آيات الموريث في القرآن تلاقوا ختمها عجيب غريب بعد ما ختم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودا يدخله نارا سلم يا رب يدخله نارا عشان الجنيه يفرأنا من بعض خلاص مضينا وانتهينا صح وعدنا واستبينا صح بعد كده رحيم نبدل الأقوال ونغيره في الأقوال هذا لا يرطي الله سبحانه وتعالى ومروحكم للمحكمة وطعنكم في التوقيع رغم أن أنتم عارفين أنتم موقعين وبصمين وقدام الناس والشهود قول زور ليس من عادات أهل الإيمان ولا من عادات أهل الإسلام ولا من خلق أهل الكرام فما بالكم دي بنت تكرم يعني إيه البنت تكرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصة باتنين بالضعيفين المرأة واليتيم اكرمها يا أخي وأنا في نظري أن المرأة مهما امتد عمرها فهي يتيمة إن مات أبوها فجأة فأكرمها يا أخي اديها من جيبك يا أخي اعطف عليها يا أخي أقول لها أنا سندك أنا ظهرك أبوكي ما ماتش ما دامت لم تسق وما دامت لم تخطئ في حقك ولا في حق أحد الأموات ده أول أمر فاتقوا الله وأودوا إلى صوابكم الأمر الثاني الاعتداء على طول إن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن روحي على طول على الإسم وعملوله محضر لما ياخد ستة شهر سجن هيتعلم الأدب كويس قوي وهيتربع ويعرف إن الله حق وما فاش غلط لا ما فاش غلط وإيه المانع لما نختصم أنا وإنت للقضاء ونبقى أصحابه أخوات لإن الاختصام للقضاء مش عداوة إنت شايف وجهة نظرك صح وأنا شايف وجهة نظري صح القاضي يحكمه لمن هو وجهة نظره أصح مش كده ولا إيه طيب أخد بعد كده محمد اللي سب المصحب بس أخد أميرة ستة أميرة السلام عليكم بس يا شيخنا أنا يعني أنا ابني قاعد حاضر جنبي آآ أنا ابني آآ صغير آآ عنده 13 سنة الله يحفظ ويخالي الله يخاليك يا رب تعبت عليه كثير جدا طيب آآ والده تقريبا ما بيسألش فيه طيب الجوز تاني والد جزي أنا بقى تقريبا عمل له الجنة في الأرض طيب آآ ايه المشكلة ولذلك الولا عاصي لضربة إنه افتح كتابة ما بيفتحش بيرد عليك في المتكلمة ما بيسمعش السلام ما بيحترمش والده التاني اللي حصه في المقفع نيه اللي طلباته مجابة وقل له إن ده حرام وإن ده اسمه ايه؟ آلو؟ اسمه ايه؟ اسمه كريم وقل له إن ده حرام يا كريم استهدى بالله يا حبيبي صلي حتى في الصلاة عاصي يعني حتى في الصلاة عاصي حاضر يا أمو كريم أنا حاضر 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 ربه علي وتبديحه يا شخصنا حاضر مذتركه اللي ما بيسألش فيها حاضر 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 طيب معلش هارجع لأم يارا قبل ما جاوب أميرة أرجع لأمه يارى اللي قالت إن لها أخي بيسب المصحف مش كده إذا كان بيسب المصحف لأنه مريض نفسي يبقى عافى الله عنه ولا مؤخذة عليه ولا إثم عليه ومعلوش أي عقوبة ولا أي ملامة خلاص كده ونسأل الله أن يشفيه وأن يشبره بجبريتي لو بيسب المصحف لأنه مذنب عامدا متعمدا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى اغتسل غسل الجنب ويصلي ركعتين لله ويستغفر الله كثر من فعل الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعلى جميع صاط الناس أجمعين أروس الأخوية محمد وتحية خالصة لأهل السودان الحبيب ولكل أشقائنا في الدول العربية والإسلامية وأحبك الله الذي أحببتني فيه وأسأل الله العليا القدير أن يرزقك فرحة تدوم يا سيد محمد كم من أناس يفعلون فعلك يعني إيه يعني يبتغون أمر الله سبحانه وتعالى ووجه الله سبحانه وتعالى وريد الله سبحانه وتعالى لكن ليس معنى أن يكشف بعض الشيء عن الصدقة أو عن فعله الخير أن هذا ريأ ولا سمع أبدا الشطان بيدخل لنا من المدخل ده نقول له اغسأ يا ملعون وكمل وربنا سبحانه وتعالى إدنا براح إن إحنا نعلن عن الصدقة في القرآن إن تبدو الصدقات فنعم ماهي ما فيش مانع إن أنا أقول له والله أنا راجل مثلا بعمل كذا 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 علشان اللي معاه أكتر مني يحث ويتق الله ما فيش مانع إن أنا أعلن عن فعل الخير اللي أنا بعمله علشان اللي قدامي يخلى عنده دم أو يبص لأقاربه المعول عليه النية وأحسبك أنك مخلص ولا أزكيك على الله سبحانه وتعالى وربنا يبارك فيك وإحفظك أميرة بتكلمني على كريم اللي عنده 13 سنة اللي هو زي وزي سن أسامة أسأل الله أن يهديك وأن يهدي أسامة وأن يهدي جميع أولادنا جميعا يا سيدي كريم أنا بنصحك وإنت سمعني كويس وبتقول اللي هتنفذه اللي هتقوله هنفذه لو أصيك بشيء أصيك باغتنام كل لحظة من الوقت ده علشان تعلو بها وترتفع وملكش علو ولا رفعة إلا بكتابك ومذكرتك وبتعتك لربنا سبحانه وتعالى يا سيدي كريم اتقل لا في أمك لأنك لن توفق في حياتك ولن توفق في مذكرة ولن توفق في مشغل ولن توفق في عمل ولا في صحبة إلا بتعتك لأمك يا سيدي كريم من أحسن إليك أحسن إليه هذا الرجل الذي يربيك ويغذيك وينفق عليك ويكرمك لا يكون جزاؤه إلا أن تقبل يده وقدمه ورأسه إلا أن تكون له عونا وسندا وظهرا وابنا حقيقيا فالعبرة لمن ربه لا لمن أنجب يا وليه يا كريم أبوك أنجبك وسابك وتركك وما بيسألش عليك ربما يكون ده عامل في نفسك حزازية مزعالك آه بس ما نعملش الناس كلها بمعاملة واحد يا عم كريم يا عم كريم ازجد لربنا واطلب من ربنا أنه يعفو عنك ويغفل لك نصيحة اوعى تسيب فرض اوعى تعصي أمك اوعى تقفل كتابك يا كريم وأتمنى أن انت تتكلمني تاني وتقول إن شاء الله أن انت الأحسن واللي الأفضل إن شاء الله وتكرم أمك كما أكرمت ويا ستة أميرة صبرا دخول الجنة مش بالساهل لازم تتحرق شوية ولازم تتلق شوية وأنا لسه كنت بتكلم عن الأقارب وعن الابتلاء بالأقارب فلازم الإبن يدايقنا شوية علشان لما نخش الجنة يبقى حاسين بإمتها ومعليش كل واحد فينا كان في نفس السن ده كان بيظن إن أبوه أمه على غلط والوقت اللي هو بيعرف إن أبوه أمه على صح بيكون لي ابن في نفس العمر فاكر إنه هو على غلط فاصبروا واستبروا وربنا يعطيكم الأجر والجزاء بيقولولي إلحا خلص فهاقد سؤال في عجالة من إخوانا اللي بيعتبوني على الصفحة إن أنا ما بخدش أسئلتهم فالأخت الفاضلة بتقول لي أنا متجوزة من عام وتأكدت بالأدلة على اعترافات زوجي بصوت وصورة لو السؤال موجود نزلوها جماعة طب يلا بصوت وصورة عريان في الشات أنه يمارس الزنا ويواعد رجال أيضا لممارسة اللوات معهم أنا حامل في شهر ونص أريد إجهاد الجنين لما سيلاقيه من خز وعار أبيه وقد عزمت على رفع قضية أداب بفعل مخلب الشرف عليه لكي يتم طلاقي منه خوفا على نفسي من الأمراض وخوفا على عار من العار هل علي اسم على إجهاد الجنين؟ أرجوك أنا أتعذب منذ أن تأكدت أرجوك يا شيخ أنا لا أريد هذا الجنين أريد أن أنجو بحياتي وجسدي وأهلي وابني لن يهنأ بحياتي مستقرا أبدا وزوجي هذا ولو أضطر على خطفي بعد الولادة سيفعلها ولو اضطر لخطفي بعد الولادة سيفعلها ليحرق قلبي أسأل الله علي القدير أن يفرج همك وأن يزيح غمك وأن يحقق أملك وأن يصطر عرضك ضروا الإفتاء المصريح أجازة الإقاظ قبل مرور 120 يوم بدون أسباب خلاص كده يبقى لك أن تأخذي بفتوى دار الإفتاء المصرية خلاص طيب بالنسبة للجوء للقضاء أنا بأطالبك أن أنت تلجأ للقضاء لسبب لأنك لو لم تلجأي للقضاء لستحققتي القسف حد القسف على طول لإني قذفتي مسلم محصن أنا معرفش صدق كلامك ولا كذب تتحملين المسئولية قدام ربنا ولكن لابد أن تلجأ للقضاء ويحكم القاضي بهذا ودروا الإفتاء أجازة الإقاظ قبل مرور 120 يوم بدون إبداء أي أسباب صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم هرجع بيكم وهقول لكم إيه اللي النبي شافه علشان نبقى أفن الحلقة كويس عقب بن أبي معيط اللي النبي دع عليه من شوية ده وعلى فكرة كل اللي النبي دع عليهم دول ماتوا في غزوة بدر خلاص كده جهوا النبي بيصلي وأمخاني النبي بهدومه تخيلوا كده لدرجة أني النبي بظت لقدام كده لحد ما جل صدقه أمزقه ودفقه عن النبي وقال كولته المشهورة التي سجلها القرآن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم مرة تلتة عقب بن أبي معيط برضك جه وحط رجله على رأبة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ساجد عند الكعبة بقول الكلام ده علشان تعرف النبي تحمل قدئيه وصبر قدئيه واستبر قدئيه مرة تانية النبي دعا على قوم شهر كامل شهر كامل أيوة في قنط الفجر يعني في دعاء الفجر ناس جمل النبي طلبوا حد يحفظهم القرآن فالنبي بعت شوية من أصحابه فغدروا بيهم وأتلوهم فجعل النبي يقنط أو يدعو عليهم شهرا كاملا لحد ما نزلت الآيات من سورة آل إمران في قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون بقولي الكلام ده علشان تعرف النبي تحمل الدين تعرف الدين اللي احنا بنفرط فيه النهاردة وبنضيع أحكامه وبنتغافل عن أوامره نواهي وصلنا إزاي علشان تعرف قد إيه الصحابة تحملوا ما لا يتحمل ويا رب الحلقة دي تكون بمثابة طبطبة على كل إنسان جال الغدر من أهله أو من أقربه أو من أهل بيته أو من أعز أصدقائه ويكون في ذلك قدوته وتسليته رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أوشك الوقت أن ينتهي وطبعا سامحوني أنا هعمل حلقة إن شاء الله مش هتكلم فيها إلا أن أنا أخد كل الأسئلة اللي جاي على الصفحة وتليفونات حضراتكم فسامحوني لكن ناخد بسرعة سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أتابع حضرتك كل جمعة أرجو الرد علي ضروري جدا وجزاك الله خير أنا مجاوزة وعندي أربع بنات كلهم في المراحل التعليمية ابتدائي عدد سنة وجمع وأنا بشتغل ودخل 1300 جنيه وجوزي قاعد سنين لا يعمل وعندما وجد عمل كان دخله من الحرام أنا نصحته كتير لإن رفض أنفك من هذا المال ولكنه يتخانق معايا كتير ويرفض النصيح ورغم أنه يصلي لكنه يتعطى المخدرات والسجائر ويعطيني نصف مال وأنا أنفكه كله ولا يقضي أنفك مرتبي كله ولا يقضي وأنا طلبت منه الطلاق بسبب هذا الدخل الحرام لكن يرفض وأنا ما عنديش أهل ولا دخل غير هذا الدخل هقولك خليك مع زوجك ودعى ربنا أن ربنا يرزقه الحلال ما تطلقيش خليك مع زوجك وانفقي من الدخل الحرام ده اسمه عليه هو ما عليكيش أي اسم عليكي بس النصيحة من آن لآخر بلطف ولين وبقول جميل وأنا أستبشره خيرا أن ربنا هيتوب عليه ومستبشر خير أن أنت هتبعتين الرسالة وتقولي أن ربنا تابع عليه ليه؟ لأنه في خير والدليل على كده مهما كان ذنبه ومهما كان اسمه أنه هو بيصلي يعني فيه طائط نور في ألبوم يعني فيه حتة نظيفة إن شاء الله الحتة النظيفة هي اللي هتطغى واتنور واتنور كل الظلمات دي وإن شاء الله تبعتين الرسالة وتقولونا أن جوزك أفضل وأكرم إن شاء رب العالمين ارفع معي أكوف الدراعة في هذه الساعة التي أظنها ساعة إجابة اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرب به المقادير اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم داو جرحاهم وتقبل شهداءهم واجبر بحال مصابيغ وقل لهم يا رب العالمين اللهم احفظ مصرنا وأمنها واحفظ مصرنا وجيشها واحفظ مصرنا وعبادها يا رب العالمين اللهم احمي بلادنا واحمي حدودنا واحمي أرضنا ولا تشمد بنا عدونا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم ارحم أمواتنا وسائر أموات المسلمين اللهم رب الرقم والمقام رب المشعر الحرام أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله مما تعلمون ومما لا تعلمون إلى الملتقى في الجمعات القادمة انقدر الله اللقاء والبقاء أترككم في معية الله وأمني وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وربك دوما يقول إني منك قريب وبك رحيم فما ظنكم برب العالمين إلى الملتقى لكن ما تنساش هتفتح التلفزيون اثنين العشر مش لاثنين لأن احنا تقدمنا عشر دائق علشان وقت الصلاة أترككم في معية الله وأمني رحم الله وأبي وسائر أموات المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مددendsendsendsendsendsendsendsendsendsends Samara مدددي يا حبيبي رحمه السلام مدد يا حبيبي رحمه السلام مدد يا حبيبي القريب المجيب بقول كريم فإني قريب يجيب الرسول إذا ما دعاك لكل الذي للنبي سعى يجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب